السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخوتياتي كديري لبساليكم بخير هن ينكركم زيانين منكم قاعد تكونوا باخر وعلى خير فيما كنتم تشاهدون الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد الفيديو دي اليوم جيت بغن نشارك معكم سلطة سهلة اقتصادية كتجي زوينة زوينة بزاف خصوصا لهذا الصيف الآن الحرارة فاشرحنا ممكن تجيء رائعة كيف كان عرفوه في الصيف يعني كانحتاجو حوجات لكي يكونوا خفاف باردين بحل صلاة الصراحة كان ناكلوا منها بزاف الصيف فاليوم ان شاء الله جيت بغن نشارك معكم اتصلاة تالي كما قد لكم اتمنى تعجبكم يعجبكم الفيديو دي اليومة في الله معي الطريقة والمقادير فبسم الله على باركة الله كيف كانت شوف هنا اخطيت واحدة نجارة اوضعت فيها زلافة دي المقارونية مقيمة استعملتها تشكيل هذا ثم يبكلكم تستعملوا اي شكل عندكم صافي وضعت فيها الماء والملحة وغادي نوضعها على النار حتى كتنزلق ولا حتى كتنطيب وغادي نرجع معكم كذلك هنا كيف كتشوفو خديتت عندي حبات ديال الباربا او ديال البيتراف كل هو بش كي يسميه حتى هو بنفس طريقة وضعته في تجارة وضعت عليه الماء ووضعت عليه كذلك وحد رشيشة ديال الملح باش ما يعني ما يطيب الناشم السوس صافي غادي نقفل عليه وغادي نخليه حتى ينزلق كذلك غادي ندوز معكم خديتت هنا اربعات ديال الحبات ديال الجزار او خزو او زرودية حتى هي كلها باش كي يسميها يعني كلها بنتاقة وباش كتسميها صافي غادي نقطع طريفات صغر كيف كتشوفو معي اول حاجة كنحيل هذا القلب اللي كيكون في الواسط وغادي نقطعها عفواً طريفات اللي يكونوا صغر وماتوا ماء كيف كتشوفو معاي كي مكتلكم قشرتها بطبيعة لحال ووصلتها وكنحيد لذاك القلب اللي كيكون في الداخل ديالها كيف كنعرفو الزرودية ديالها ديالها ديال وقت كتجي ناشفة يعني ديال الصيف ماشي بحال ديال المشتكة تكون بيها داك الشي علاش ضروري نحيدوا لذاك القلب صافي بعد ما قطعتها وضعت لها في واحد الكسرونة كذلك خديتنا ثلاثة ديال الحبات ديال البطاطا حتى ما بنفس طريقة قطعتهم وغادي ننقيهم ان شاء الله بالنسبة الزرودية او الجزار غادي نديرها عم نار تسلق وضعت لها واحدة رشيشة ديال الملحة كيف شتماعي نخليها حتى يدخل فيها الطياب وعاد غادي نصيب البطاطا وغادي نلحة لها كيف كنعرفو يعني البطاطا رافيه الساكة طيب كما قلت لكم غادي نخلي زرودية حتى يدخلها الطياب عاد ندير عليها الكمية ديال البطاطا اللي عندي فبباشرة هدا دست باش ننوجد المايونيز مهم بالنسبة المايونيز بقلي يعني شاركتو معاكم بالنسبة اللي ما شافش الفيديو غادي نخليه لكم صندوق الوصف او في اول تعليق متبات بالنسبة المايونيش نوح درت فيها اخدي الجوج ديال الجوبن متلات معلقة كبيرة ديال الليمون ديال الحامض رشيشة ديال الملحة جوج حبات ديال البيض صافي ومكان نخلط مزيان كيف شتماعي صافي مبعد ما نخلط مزيان نبقى زيت الزيت عفوا شوية مشوية يعني ما نديروش زيت دفعة واحدة نقوم بقوة الخلط الكهرباء ايدي انك يضر وحنا كنزيدو الزيت شوية بشوية حتى كنتحصلوا على ذلك القوام ديال المايونيز اللي بغينا نحنا بالنسبة القوام اللي تحصلت عليها كيف كانت شوهو بالنسبة المايونيز اللي كان كون نديرها بالنسبة اللي كان كون نديرها في صندويتشات او بالنسبة المشويات يعني المشويات بحلقك فكن ندير المايونيز اللي كان تكون قاسها يعني عاقدا ايه صفينا مباشرة دوزت المقارونية ديالي انتو ما كيفش توره تقريبا طايبة غدي نطفع ليها النار وغدي ندوز غدي نصفي منها هاد الماء وغدي نخليها حتى كاتبرد ضروري سلاطة يعني حتى كاتبرد عد ديروها صفي هنا اخذت واحد للمون وانا غدي نخلط غدي ندير فيه اول حاجة المقارونية كما قلت لكم بعد ما صفيتها من ذاك الماء وخليتها حتى بردد ويمدرت الكيمية كلها غدي نزيد عليها الجازار والبطاطا اللي سلقت معاكم ووحد الكمية منه ديرو الكمية على حسب انتوما على حسب الاعداد ديال الافراد ديالكم بالنسبة له هاد السلاطة هاده من الافضل انكم تديرو غير الكمية اللي غدي تاكلو هي اللي تخلطو هنا در تميز هاتوما بالنسبة للميز هاد ديراني سبق لي يعني وشاركت معاكم الفيديو دياله اللي في الطار على اليد كتجي رائعة بحالي كناخدو يعني على بره بحالي كنجيبوه على بره سهلة سهلة بساف غدي نخلي لكم كذلك الفيديو دياله اللي بغي يشوفو غدي نخلي لكم فصدو خلاص فاخديت هنا كذلك وحد العلبة ديال الطول ديال الزيت مهم بالنسبة لطول درتو به بزيتو انتو ما كيف كنتشوفو بالنسبة لطول يمكن لكم تصغنوا عليه يمهم على حسب الرغمة ديالكم كذلك غدي ندير دك المايونيز اللي شاركت معاكم وبدرت هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار غدي نخلط بزيان دك الملعاقة وغدي نشوفي لخص دي غدي نزيد غدي نزيد كذلك الكمية اللي تبقت غدي نزيدها مهم تقريبا معا جوج معالق كبار اللي عامرين بزيان ديال المايونيز كما قلت لكم مايونيز اللي بغيتون تحصلوا عليها عاقدة فبقوا يعني غاكا تزيدوا الزيت مهم القوام ديالها كما بغيتون توم ما بغيتونها مرحوفة بحلاتها وبالله عاقدة كما قلت لكم انا بالنسبة لي لقص غدي نديرها في لصالات فكنخليها شوية جارية صافي غدي نحرق زيان بدل معي ديال هاد المعالق وغدي ناخد هنا واحد طبيس الفنا غدي نقدم صلاة ديالي والحاجة غدي ناخد الخص اللي اسبق اللي نقيتو ووصلتو غدي نفرشوها كامل تحت القاع ديال التبصل بالطريقة وغدي ندير فيه صلاة ديالي اللي حضرت معاكو مهم بها الطريقة ثم يمكن لكم اطلاطة يعني تديروها كوجبة عشاء صراحة كتجي رائعة رائعة جدا باش كنديرها صراحة ما كندير معاها حتى شي حاجة فكتجي اغزالة اغزالة بسف يمكن لكم كذلك تديرو حتى الضيوف ديالكم يعني ترافقوا بها الاطباق ديالكم كتجي اغزالة فبنسبة لذلك الباربا ولا اللي بيترك فيش تبعي راني ما خلطهاش معاها باش ما تغيرش ليا ذلك اللون فغدي نديرها فقط مع الطريفات ديال الطبيصل ديالي مهمة شكيين ففين ما بغيتو ديروها كتبقت زين على حسب الرغبة فصف يدرت الطريفة ديال البايد دورت بها ذلك الباربا كما تشوفوا معاي وهذا هو شكي النهائي ديال السلاطة ديالي مهمة منا انها تعجبكم سهلة سريعة اقتصادية وبسيطة متمنى اخواتي انها تعجبكم يعجبكم الفيديو ديال اليومة فمن تنسونيوش من لايك نيلايك ديالكم تعليقكم بزونا كذلك بلي بارتاج اللي عجبكم الفيديو بارتاج رواه مع اخوتكم وصحابكم مع قاعد الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امرا لما مش تشتركش تشترك في القناة وليك يدر قناتي الاول مرة فكن نقلكم رحبا بكم في القناة معليكم غيتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقوا توصلوا كل جديد كل لوحو مهمة منا الفيديو ديال اليومة اعجبكم هاد الصلاة هاد الصلاة اللي شاركت معاكم كذلك تعجبكم وتجربوها من ساوشي اللي جربتها اردوا علي اقفلكم وضع كيجاتكم داما اغنقلكم اخواتي واخواني بسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة